المجلس الأعلى المهمة التي تضمنتها كلمتها جلالته في القمة الخليجية مع دول رابطة الأسيان التي استضفتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي أعمال قمة القاهرة للسلام بجمهورية مصر العربية الشقيقة إلى جانب اتصالات جلالته ولقاءاته ومشاوراته مع عدد من القادة والزعماء حول العالم لإرساء السلام في المنطقة والعالم وأشد المجلس في هذا السياق بتوجيهات جلالة الملك المعظم بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق جراء ظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها منوها بالحملة الوطنية التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية معربا عن تقديره العميق لحجم التفاعل الكبير الذي أبداه المجتمع البحريني مع هذه الحملة الوطنية وفي ظل تطورات في الأراضي الفلسطينية استنكر المجلس بأشد عبارات الاستنكار والتنديد تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات الإنسانية الكارثية والمتواصلة التي أودت بحياة الكثير من المدنيين الأبرياء مشددا على ضرورة الوقف الفوري والعاجل لهذه الأعمال وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والمباني المدنية وفتح ممرات إنسانية عاجلة ودون عوائق لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية كما أعرب عن رفضه القاطع للدعوات المتكررة لتهجير الفلسطينيين ودعا إلى تكاتف الجهود العربية والإسلامية والعمل مع عقلاء العالم لاحتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية الأليمة ومناصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ترجمة نانسي قنقر